اهلا بكم الى هذه النشرة والبداية مع العنوين سلطات الاحتلال تقمع متظاهرين خرجوا رفضا للهدم في بلدة سلوان في القدس وتدفع بقوات من الشرطة والمستعربين الى المنطقة وتزامنا مع التصعيد في القدس ابو ظبي تستقبل وزير الخارجية الاسرائيلي وتتشين سفارة لكيان الاحتلال في العاصمة الاماراتية نادي الاسير الفلسطيني حذر من خطورة وضع الاسير المضرب عن الطعام الغذنفر ابو عطوان واعتصام لاهالي الاسر امام الصليب الاحمر في رمالة بين الدفاع عن النظام البرلماني والدعوى الى تغييره ازمة سياسية بلا افق في تونس مجموعة العشرين تدعو من ايطاليا الى حلول متعددة الاطراف للازمات العالمية والجزائر تحث على مواجهة التحيز ضد افريقيا في توزيع اللقاحات اهلا بكم قمعت قوة الاحتلال مساء اليوم وقفة نظمت امام منزل المقدسي نضال الرجبي صاحب منشأة تجارية هدمها الاحتلال في بلدة سلوان صباح اليوم واقتحم جنود الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان كما دفعوا بقوة من المسعربين اعتقلت احد الشبان واطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين فيما اغلق عدد من الشبان الطرق المودية الى الحي هذا واقتحمت قوات الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان بالقدس للمرة الثانية اليوم وذكر مراسل الميادين ان قوات كبيرة من الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة باتجاه الاهالي واغلقت مداخل بلدة سلوان وكانت سلطات الاحتلال هدمت صباحا منشأة تجارية في الحي واعتدت على الاهالي وصباح اليوم اصيب عدد من المواطنين بجروح من جراء اعتداء قوة الاحتلال على اهالي بلدة سلوان لاجبارهم على هدم منازلهم بانفسهم وهدمت جرفات الاحتلال محلا في حي البستان بعدما حاصرت الحية بالكامل وتصد الشبان لقوات الاحتلال الذين اعتدوا عليهم بوحشية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المقدسيين بينهم نضال الرجبي وكانت سلطات الاحتلال هدمت محل الرجبي بعدما رفض تنفيذ الهدم بنفسه نستمع الى مقاله قبل اعتقاله قفوا 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 بحربي حركة حماس حذرت من ان ما يقوم به الاحتلال من تعد في سلوان هو تجاوز جديد للخطوط الحمر ناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة اكد ان المقاومة الفلسطينية متعيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس مشيرا الى ان خياراتها في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة وكلها قابلة للتنفيذ ودعا البيان ابناء الشعب الفلسطيني لمواصلة مقارعة الاحتلال وتصعيد المواجهة وزيادة الرباط في القدس والمسجد الاقصى مشهددا على ضرورة تحرك الوسطى للجم المحتل عن مواصلة تغوله واعتداءاته على القدس واهلها بدورها اكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين النقط حامل الاحتلال لحي البسان هو جريمة منظمة الحركة حملت الاحتلال في بياننا المسئولية الكاملة عما يجري في البسان وفي كل احياء القدس المحتلة ودعت الحركة المقدسيين الى التصدي للاعتداءات الصهيونية على منازلهم وممتلكاتهم كما شددت الحركة على ان المقاومة تواصل استعدادها للتصدي لاي عدوان يرتكبه العدو وان عينها على القدس وهو ما ينذر بتفجير الصراع واشتعال المنطقة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب قال للميادين ان عيون المقاومة العربية والاسلامية كلها على ما يجري في القدس المحتلة وهي محط اهتمام ومتابعة من قيادتها تفجر الاوضاع هذه المرة سينقلب وبالا اشد من معركة سيف القدس اليوم العيون الجبهات المقاومة العربية والاسلامية كلها على ما يجري في القدس المحتلة وإحنا استمعنا إلى خطاب سمح سيد حسن نصر الله عندما تحدث عن مكانة القدس وأهميتها وإن القوى المقاومة وجبهات المقاومة ومحور المقاومة لن يسمح بالاستفراد بيئة المقدسيين وما يجري في القدس اليوم هو محل اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل قيادة المقاومة داخل فلسطين وخارج فلسطين ينضم إلينا من سلوان ناشط المقدسي يوسف مسودة مرحبا بك يوسف إذن لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة بحق الأهالي في سلوان كما أسابقا أولا تزال الاعتداءات في حي الشيخ جرح هذا التهجير والتدمير الممنهج للمشاءات والبيوت والمتلكات الفلسطينية المقدسية تحديدا في تصعيد لحدة الاعتداءات الإسرائيلية لو تضعنا في تفاصيل المستجدات الميدانية كيف يبدو المشهد لديكم الآن ما حدث اليوم منذ الصباح هو استهضار واستفزاز للبشر الموجودين في القدس هي عبارة عن حرب سافرة ضد الحجر والبشر كمحاولة من الاحتلال الغاشم للتهجير القصري والتطهير العرقي لأهالي بلدة سلوان والقدس ككل بداية قاموا بهدم بيت الرجبي اليوم صباحا واعتدوا عليه وعلى أقاربه كان في رد فعل من الشارع من أهالي بلدة سلوان ومن شباب القدس كان في وقفة تضامنية لرفض نهج الاحتلال وسياساته اللي هي كلها عبارة عن محاولة تضييقات للبشر حتى يخرجوا من بيوتهم ويقيموا مكينهم مستوطنات خلال هاي الوقفة كان في تواجد عدد كبير من قوات الاحتلال وتعرضوا لهاي الوقفة اللي كانت موجودة تضامنية كان في تواجد للمستعربين وقاموا بإطلاق الرصاص الحي مباشرة نحو الشباب اللي كانوا موجودين والمواجهة بزارة مستمرة وفي غضب شديد في الشارع في بلدة سلوان كيف ينظر المقدسيون اليوم للتهديدات الإسرائيلية بأنه يجب أن يدمروا ممتلكاتهم في غضون 21 يوما وإلا بأيديهم طبعا وإلا سيتم الهدم بوسطة آلة العدو الإسرائيلي وكيف تبعنا اليوم بمنصات التواصل الاجتماعي فيديوهات للشباب المقدسي الأعزل من أي سلاح يتصدى للاعتداءات الإسرائيلية لجنود الاحتلال بصلابة وبعنفوان كيف تقيمون هذا المشهر يعني هي سياسة من الاحتلال ومحاولة توجيه ضغط للأهالي أنهم يقوموا بهدم بيوتهم منازلهم بأيديهم وإلا أنه الاحتلال يقوم بهدمها عن طريق قواته ويدفعوا التكاليف اللي هي تكاليف الهدم يتم دفع غرامات من الأهالي للاحتلال اليوم كان فيه إجماع من جميع أهالي بلدة سلوان أنه لا للهدم الذاتي يعني كهي توجيه رسالة للاحتلال أنه إذا فيه عندك انتقرارات في الهدم تتوجه وقوم بهدم هذه البيوت يوسف مسودة ناشط المقدسي من سلوان كنت معنا شكرا جزيلا لك عبرت الأمم المتحدة عن قلقها حيال هدم المنازل في حي البستان في القدس الشرقية طالبة من القوات الإسرائيلية احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ناطقه الرسمي وباسم الأمين العام للأمم المتحدة سيفان دي جاريك ولدى سؤاله عن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال عبر عن قلق الأمين إزاء هذه العمليات نتابع الأحداث الجارية في القدس الشرقية بما في ذلك حي البستان بشكل حثيث للغاية والأمين العام يشعر بالفعل بقلق شديد من استمرار الهدم وهو يدعو مجددا السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد للهدم والطرد وفقا لواجبات إسرائيل تحت القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان معنا سيد عامر زهر الناشط والكوميدي من رمالة مرحبا بك سيد عامر حضرتك فنان تقدم عروضك ومحتوى الفلسطيني في موادك سواء على المسرح أو في الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى في كتابك الأول الذي سنتكلم عنه لاحقا في سياق الحديث هل تعتبر من موقعك من مهنتك أنك تقدم عملا أو فعلا مقاوما تناصر به قضية الفلسطين بشكل عام وحقوق المقدسيين بشكل خاص أولا سلام عليكم مساء الخير أنا عادة لما بقدم القضية الفلسطينية أول إشي بقوله أنه هاي القضية مش معقدي مش صعبي يعني عم بهدموا بيوتنا عم بيطردونا من القدس ومن غير القدس من كل فلسطين لحن ماسكين الدين الغلط أو العرق الغلط يعني هاي عنصرية بوجنا تطهير عرقي بوجنا عم بسير فلازم نخلي الإشي بسيط جدا يعني الإشي بسيط جدا أنه عم بيطردونا من بيوتنا وعم بهدموا بيوتنا وعم بيطردونا من البلد أو بحاول يطردونا من البلد لأنه إحنا ماسكين الدين الغلط أو العرق الغلط It's racism عنصرية بوجنا ما هو المطلوب لكي يتقدم القضية الفلسطينية نفسها إلى المجتمع الدولي بشكل أبسط كما تتفضل حضرتك يعني أين يتكمن الخلل في تقديم المحتوى يعني اسمع إحنا كفلسطينيين إحنا لازم نبطل نحكي بالمفاوضات نبطل نحكي بالنغوشياشنز وحتى بقضية السلام لا إحنا لازم نحكي دائما بقضية العدالي ونحكي عن العنصرية والأبارتايد اللي عم بيصير يوميا أنا طبعا عايش بأمريكا بس برجع فلسطين دائما ولما برجع لما بشوف يعني القضية ما زالت قضية عنصرية وقضية أبارتايد عم بتصير قدام وجهنا يوميا وطبعا عم تدعمها الحكومة الأمريكية والرئيس جو بايدن يعني سياسات رئيس سياسات بايدن زي سياسات ترمب بالضبط يعني وبايدن أصعب من ترمب بايدن إيديولوجيا صهيوني ترمب ما كانش يعرف شو كلمة صهيونية أصلا بس بايدن إيديولوجيا صهيوني فالمعركة قدامنا كفلسطينية كجالية فلسطينية وعربية بأمريكا أصعب بكتير مع بايدن من ما كانت مع ترمب لأنه لما كان ترمب كان الحزب الجمهوري مع إسرائيل 100% ولما كان ترمب يعمل إشي كان بتشوف اعتراض من الحزب الديمقراطي هلأ بتشوف نفس السياسات والحزب الجمهوري 100% مع إسرائيل وما بتلاقي اعتراض في الحزب الديمقراطي فصارت المعركة أصعب وأكبر فعشان هيك عم بنحاول نخلي الإشي بسيط جدا جدا الفلسطينيين ليش هدموا ليش هدموا هاي الدكان اليوم هاي الملحمة بالسلوان وراح يهدمون لبيوت وراح يطردوا شعب شيخ جراح ليش؟ لأنه مش يهود يعني مش أصعب من هيك أبسط إشي أنه هاي قضية عنصرية وقضية أبارتايد عم بتصير قدام وجهنا فإحنا اللي دعمين القضية الفلسطينية لازم نخلي الإشي بسيط جدا 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 يعني فيه شوارع لليهود وشوارع لللي مش يهود هذا اسمه أبارتايد موجود إحنا شفناه بحياتنا بسالة أفريكا هذا الإشي كان بأمريكا كان اسمه جيم كرو فيه شوارع لليهود وشوارع لللي مش يهود بسيط جدا فإحنا لازم نحكي دائما بالعنصرية وبالعدالي وبالأبارتايد نستعمل هدول الكلمات ونستعملش كلمة إخلاء لا لازم نستعمل كلمة تطهير عرقي هذا تطهير عرقي عم يطلعوها من بيوتهم لأنهن مش يهود مش لأنهن ما دفعوش الأجار هذا إخلاء لا تطهير عرقي عم بنتردوا عشان مش يهود لازم نخلي الإشي بسيط جدا حضرتك من عروضك التي تقدم فيها فلسطين كمحتوى عصري رشيق تقدم عروضك في مدن أمريكية عدة كنت في رمالة في أكثر من مدينة فلسطينية وحتى في مدن عربية أيضا كيف يمكن لك أن تنقل هذا المحتوى برشاقة وبما يحاكي جيل العصر اليوم إلى المجتمع العربي في الولايات المتحدة مثلا انتلاقا مما شاهدت أنا شاهدت لك فيديو على تويتر الخاص فيك مع صبية من آل أبو حسنة تتحدث معها من حي الجراح يعني تمتلك فرصة أن رأيت المشاهد الميدانية في حي الشي الجراح وتحاكي الشباب الفلسطيني والشباب العربي على خشبات المسرح مثلا إحنا لك إحنا الفلسطينية يعني بنخلني حالنا مبسوطين ليش؟ لأنه إحنا متأملين إحنا متأملين بحالنا أنا متفائل جدا بالشعب الفلسطيني يعني لما نزلت على شيخ جراح وشفت أليسار أبو حسنة اللي أخذت خمسة أيام يعني الإشي بضحك يعني الإشي بضحك جدا يعني هني عم بخلوها طالها بالبيت خمسة أيام وبنفس الوقت عم بقولوا أن هذا البيت مش لإلها يعني في بيتها هي بيت أهلها خليكي بهذا البيت لأنه فيه وبعدين عم بقولوا أن البيت مش لها الإشي بضحك جدا يعني بيضحك وإحنا كفلسطينيين متفائلين جدا لأنه إحنا من نام من نيح بنعرف أنه العدالة معانا بنعرف أنه إحنا عم نحكي الحق وهني عم بكسبوه ليش عم بحاولوا يسكتونا بالسوشيل ميديا ليش ليش عم بحاولوا يسكروا كل أكاونت عم بحكي عن فلسطين بالسوشيل ميديا لأنه هني عم بكسبوه إحنا عم نحكي الحق يعني إذا أنت عم تحكي الحق بتخافش من الآخرين شو بحكوا بتخافش من الآخرين شو بحكوا بس هني عم بحاولوا يسكتونا بالسوشيل ميديا عم بحاولوا يمحونا من الجوجل أنا عملت فيديو عن الجوجل مابس أنا كنت في رمالة قبل يومين ثلاثة على دوار هو دوار اسمه جورج حبش كمان اشي بضحك يعني دوار جورج حبش احنا الشوارع برمالة شوارع دوار جورج حبش شارع جي جيفارا شارع خليل الوزير يعني عمين فيش اشي بالعالم هيك فبتشوش دوار جورج حبش وهذا الدوار بربط خمش شوارع وكل هذول الشوارع الهن اسامي بس بتفوت على جوجل مابس وما بتشوف ولا اسم ولا شارع وبتفوت على مستوطني مستوطنة اريال بقلب الضفة اللي هي مستوطنة غير قانونية بتلاقي اسامي الشوارع وبتلاقي مواقف البصات وبتلاقي المطاعم موجودة بهاي المستوطنة اللي هي غير قانونية وبالمحلات الفلسطينية بغزي فيه تنين مليون بني ادم عايش بغزي وفيش اسامي الشوارع بالجوجل مابس هاي عنصرية هاي عنصرية من الديجر ميريا في عنصرية طبعا من الحكومة الاسرائيلية احنا كفلسطينيين يعني ما هي صوب المواجهة في هذا التفصيل عامر يبدو انها صعبة الى حد ما على اعتبار ان التكنولوجيا مملوكة من الشركات الكبرى في سيليكون فالي وغيرها ونحن في دول العالم الثالث سيما المجتمعات المقاومة لا تمتلق القدرة لبل هي ممنوعة من مواكبة ما تتفضل به اي تحديات اليوم امام القضية الفلسطينية امام الشباب الفلسطيني من الداخل وفيشتات والاغتراب لكي يواكبوا قضيتهم بعصرنا كما تتفضل حضرتك يعني احنا شفنا باخد ثلاث تشهر انه الوحدة الفلسطينية خصوصا مع الشباب يعني انا اقول لك انا عمري 44 سني وانا كنت خايف انا تربيت بالحركة الفلسطينية مع اهلي قبل ازلو فانا كنت يعني بعرف الانتفاضة وكلنا منعرف الانتفاضة بس احنا كنا خايفين انه الجيل اللي ورانا اللي قصة عمرهم بالعشرينات والثلاتينات انه يمكن نسيه فلسطيني الخشية من اسرلت هذا الجيب سيما اراضي 48 اه واحنا كنا غلطانين لا ما نسيوش ما نسيوش ولا اشي وبعدها نزلوا بالشوارع اذا اين كمن الفارق الجديد والمفاجئ اذا صح التعبير في معركة سيف القدس التي على ما يبدو انها غيرت الرؤية غيرت الانطباع عن الجيل الجديد الفلسطيني لا ربما هل كان هناك من مواطن جديد فرضته سيف القدس اه لانه خلينا الاشي بسيط جدا يعني بطلنا نحكي بطلنا نحكي من المفاوضات بطلنا نحكي بعمليات السلام لا عم نحكي بالعنصرية عم نحكي انه ليش ابوي اللي انولد بيافة ممنوع يرجع ليش شالدن ايرلسن اللي كان مالك الكاسينوهات بلاس فيجس وهو اصله يهودي انولد في باستن وعاش بلاس فيجس ومدفون بتلبيب وابوي انولد بيافة وبيدرش يرجع يعني هدول اسألة بسيطة جدا ونكشف العنصرية خلينا الاشي بسيط وتوحدنا وتوحدنا لانه شفنا 48 عم بتعيد حالة اسا اليوم بالشيخ جراح وسلوان كل هدول القصص اللي كنا نسمعها من ستاتنا يعني انا الستي كانت تقعد معا حكينا بانه بالـ 48 قالوا لنا بترجعوا بعد اسبوعين وبعدنا عم نستنى فيه هنا هدول الاسبوعين فاحنا عم نشوف نفس الاشي نفس الاشي عم يطردونا من بيوتنا هذا التطهير عرقي هاي حركة التطهير العرقي هل افهم منك عامر رجان هل افهم منك انه هناك يجب ان يكون تطوير للغة الخطابة في الدفاع عن قضية فلسطينية من لغة لربما نخباوية الى لغة العصر اليوم لغة الكمبيوتر لغة الانترنت اللغة التي يفهمها شباب اليوم هل هذا مطلوب اه طبعا مطلوب مطلوب انه نبسط الاشي مطلوب انه ممنوع نحكي هل هذا يعيب ادبيات المقاومة اليوم نعم هل يعيب ادبيات المقاومة اليوم هذا التنويط الجديد من الخطاب المقاوم الشباب اذا صح التعبير اه يعني عم نشوف الشباب عم باستعملوا كلمات بسيطة يعني ابسط جدا من السلطة مثلا اللي دائما تحكي بالمفاوضات دائما تحكي انه كيف نتعامل مع بايدن who cares انه كيف نتعامل مع بايدن او نتعامل مع اسرائيل لا احنا اللي بهمنا انه كيف نوصل الرسالة للعالم احنا تحريرنا رح يجي من العالم رح يجي من التضامن من العالم مش رح يجي لا من واشنطن ولا من تلبيب تحريرنا رح يجي من التضامن من العالم من الشباب خصوصا اللي موجودين من العالم وليش لانه بفهموا بالعنصرية العنصرية اشي بسيط جدا عم تهدونا من بيوتنا عشاننا مش يهود هذا هو ما الذي عامر يدعوك الى التفاول بهذا الشكل اللطيف الجميل وانت صاحب كتاب لك في الاسواق صادر لك كوني فلسطينيا يجعلني اقتسم بكل بساطة ما الذي يجعلك متفائلا ومبتسما لكونك فلسطينيا ألم يكن أو ألم يجب كان أوحريا بك أن تكون مكتئبا هذا ما أريد أن أوصفه لكن لا أريد أن أكون قاسيا في التعبير لماذا أنت اليوم متفائل بكل بساطة ببساطة التي تحدث عنها يعني أنا بكتب في أول الكتاب أنه مرات بتشوف واحد عم يضحك لحد ما يبكي بس بنفس الوقت يمكن تشوف واحد عم يبكي لحد ما يضحك البقى والضحك مربطين بعض مربطين بعض يعني الكوميديا بيجي من التراجيدي فإحنا كفلسطيني متفائلين ومنبتسم ليش؟ لأنه الحق معنا لأنه منعرف دايما لما أنا بفوت مطار اللد وبسألني الزابط يعني أولاً بعدني من وين كل أبوي نولد وين أمي نولد أبوي نولد بيافة أمي نولد بعكة كل أهل أمي موجودين في الناصري وبعدين بحكي لي هذا إشي بضحك جداً يعني أبا أقول له أنت غريب هون مش أنا فإحنا هيك متفائلين ليش؟ لأنه الحق معنا طبعاً بنشتغل كل يوم ومنشوف مقاسي كل يوم ولكن بالليل بننام منيح أنا بعرفش كيف بناموا هدولي بعرفش كيف بناموا إحنا بننام منيح لأنه الحق معنا عشان هذا الإشي أنا متفائل جداً هل ما يجري اليوم منذ مرحلة ما بعد سيف القدس إلى فعاليات الإرباك الليلي لشباب الفلسطيني؟ هذا الشباب الذي حتى لربما لم يشهد انتفاضة العام 2000 وكان يعول عليه إسرائيلياً أن يؤسرل وبالتالي أن يكون هناك حاجز ما بين قضيته وما بين همومه أو تحدياته أو حتى المغريات التي تقدم له هل هذا تفضل يعني إحنا ليش ما نسيناش فلسطين يعني أنا كنت خايف أنه نسي فلسطين ليش إحنا ما نسيناش فلسطين لأنه عنصرية إسرائيل ما تغيرتش مستمرة مستمرة عنصرية إسرائيل موجودة بكل أنحاء البلد بتشوف العنصرية يعني يا بالشوارع يا بالحواجز يا بالحكي يا بالحكومة فلو الولد انولد اليوم وعاش كمان عشر سنين أو عشرين سنين بيكون شاب كمان عشرين سنين وما تغيرت إسرائيل بيكون نفس المشاعر لأنه عنصرية إسرائيل موجودة في كل مكان في كل مكان في الحواجز في المطارات في الحكي بالأخبار يعني حتى يعني إحنا كفلسطينية مش مستغربين من إسرائيل لو بتعمل أي شيء إحنا مش مستغربين إحنا منعرف إسرائيل منعرف إسرائيل من زمان منعرف عنصرية إسرائيل مبنية على العنف والعنصرية فإحنا لازم نحكي بالعنف والعنصرية اللي بيجينا كل يوم فأنا متفائل جدا 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 بالشباب اللي إحنا كنا خايفين عليهم النسي وفلسطين وكلنا غلططين كنا غلطانين وثانك جاد نشكر الله إنه كنا غلطانين وكنا غلطانين عشان حركات إسرائيل إسرائيل مبنية على العنصرية وعلى العنف فإحنا كفلسطينية بنفيق كل يوم ومنكون مبسوطين ليش لننلحق معنا بنكون مبسوطين لأنه آه في قدامنا معارك وفي قدامنا مقاسي ويهدموا بيوتنا نرجع نبني طب يجوا يجوا يطررون من البلد طيب نرجع بنخلف بنخلف أكتر أنا بقول دايما they drop bombs we drop babies فمش رح يطررون من البلد يعني يعني you have to feel sorry you have to feel sorry أنا مرات يعني بشفى عليهم الإسرائيل الإسرائيل من يوم من يوم استقلال إسرائيل بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا هدول 150 ألف زادوا على The average global birth rate Average المفروض يكونوا بعد 73 سنة 500 ألف أو 600 ألف قديش هني 2 مليون 1.9 مليون إحنا we're not going anywhere إحنا مش رايحين محل إحنا صامدون وإحنا عادين في البلد وهذا أكبر أكبر مصيدي لإسرائيل ومشان هيك أنا متفاعل جدا يعني عامر أنت حقا بروحك بخطابك بالمحتوى الذي تقدمه عن جد فعل من أفعال أو جهد من جهود المقاومة لهذا العدو المقتصب لأرضي فلسطين المناصر أنت للقضية الفلسطينية أبن هذه القضية الناشط والكوميدي عامر زهر كنت معنا من رمالة شكرا جزيلا لك Free Palestine شكرا شكرا أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية كان خيارات الرد على اعتداءات سلطات الاحتلال في القدس مفتوحة عمليات الهدم في المدينة تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لبيد إلى الإمارات حيث افتتح سفرة تل أبيب في أبوظبي على أن يفتتح لاحقا قنصلية في دبي في الإمارات تحط طائرة يائر لبيد في أول زيارة علنية لوزير خارجية إسرائيلي إلى أبوظبي تتصافح الأيد الإسرائيلية والإماراتية ويرتفع علمات طرفين جنبا إلى جنب زيارة ترمي إلى افتتاح السفرة الإسرائيلية في أبوظبي ومكتب القنصلية في دبي لاستكمال خطوات التطبيع بين الجانبين في القدس يتزامن هذا التقارب الإماراتي الإسرائيلي إلى حد التماهي مع حملة تهجير واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية في حي البستان في بلدة سلوان قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة بعد انقضاء مهلة حددها الاحتلال لعائلات فلسطينية كي تهدم بيوتها بأنفسها بذريعة أنها بنيت بدون ترخيص مخطط الهدم والتهجير استكمله الاحتلال في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بعد اختار أربعة منازل مأهولة بالهدم بحجة عدم الترخيص فيما تستمر محاصرة حي الشيخ جراح في القدس سياسة تدفع من خلالها الحكومة الإسرائيلية الأمور نحو المواجهة بغطاء عربي بهدف احتواء المعادلة الجديدة التي فرضها انتصار سيف القدس في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من حالة ارتباك بعد اغتيال المناضر نزار بنات لكن إسرائيل على ما يبدو لم تتعلم من درس المقاومة في حي الشيخ جراح وهو ما استدعى موقفا حاسما من الفصائل الفلسطينية حركة حماس حذرت تل أبيب من أن خيارات المقاومة في الرد مفتوحة وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ مشيرة إلى أن ما يقدم عليه الاحتلال من تعد واقتحام لحي البستان هو تجاوز جديد للخطوط الحمر وعبث لا تعرف عقباه جاهزية تامة أبدتها كذلك حركة الجهاد الإسلامي التي أكدت أن ما يجري في القدس من تصعيد يمس قواعد الاشتباكي وينذر بتفجير الصراع إلى بيروت حيث استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حمدس إسماعيل هنية والوفدة القيادية المرافق له وأوضح بيان لحزب الله أنه جرى عرض تفصيلي لمعركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها ما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على هذا النصر وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النصر الحاسم والنهائي البيان أوضح أنه جرى تأكيد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي المعركة الحاسمة كذلك التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حمدس إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة قيادة الجماعة الإسلامية في لبنان برئاسة الأمين العام عزام الأيوبي الذي أكد موقف الجماعة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض التوطي مشيدا بالدور المميز الذي لعبته المقاومة الفلسطينية خلال معركة سيف القدس وقال بدوره هنية أن نصر سيف القدس ونصر للأمة وصارض مع الجماعة استراتيجية الحركة خلال المرحلة المقبلة يعني غزة حينما دخلت المعركة وكتائب القسام وفصائل المقاومة ما دخلوهاش عشان شيء يتعلق غزة ما كان إنه مطلق ترفع الحصار افتح المعابر أو ردا على اغتيال قائد من قادة المقاومة كما حصل في معارف سابق إنما هو انتصار للقدس ولذلك أطلقوا على المعركة اسم سيف القدس نقل نادي الأسير الفلسطيني عن محام الأسير الغضنفر أبو عطوان قوله إن أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها إصابته بالشلل وخطر الموت المفاجئ يأتي ذلك فيما يواصل الأسير أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس والخمسين على التوالي وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة لزيارة والدة الأسير ابنها في مستشفى كابلان بعد تدهور وضعه الصحي إلى ذلك اعتصم أهالي الأسرة وممثلون مؤسسات الحقوقية أمام مقار الصليب الأحمر في مدن الضفة الغربية مطالبين بإنقاذ حياة الأسرة المضربين عن الطعام والمرضى منهم تقرير نسرين سلمي أمام مقار الصليب الأحمر في المدن الفلسطينية المختلفة اعتصم أهالي الأسرة وممثلون مؤسسات التي تعنى بحقوقهم مطالبين بإنقاذ حياة الأسرة المضربين عن الطعام والمرضى منهم ولا سيما بعد تدهور الوضع الصحي للأسير المريض إياد حريبات الذي يعاني الإهمال الطبي والأسيرين المضربين الغدنفر أبو عطوان وجمال الطويل نحن هنا لنعلص صوت لكي نعز السموده ونضمن انتصاره ونحمل حكومة الاحتلال ودولة الاحتلال المسؤولية عن حياته ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الحال الصحي للأسير الغدنفر أبو عطوان دخلت مرحلة الخطر الشديد بعد 56 يوما من الإضراب عن الطعام تسببت له بضعف في عضلات الجسم فيما أبدت العائلة وقلقها من إعلان الأطباء تخوفهم من تلف قد يصيب خلايا دماغه وأنسجة قلبه إذا ما وصل إضرابه عن الطعام المستشفى طلعت تقرير بوضع غدنفر وضع الغدنفر بغاية الخطورة يعني غدنفر بدي وصل لمرحلة أنه يفقد الوعي بغاية بوبل فقد الوعي أكثر من 6 مرات غدنفر مستمر في إضرابه لم يتوقف عن إضرابه لهذه اللحظة مطلب الوحيد أنه الحرية هيئة شؤون الأسرة طالبت الهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لإنقاذ حياة الأسرة المضربين والمرضى يعني حكومة الاحتلال لن يفلح معها إلا الضغط الشعبي والإصرار على ضرورة إطلاق حرية الأسرة ووقف الاعتقال بكافة أشكاله وبالتالي اليوم عندما نجتمع تحت صورة هذا الرجل وإنما نرسم رسالة لكل المحتل وأيضا لكل أسرانا بأن هذه القضية لا تحل إلا بتصاعد وتيرد الاحتجاجات الشعبية ويشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد أعمل تجميد الاعتقال الإداري لأبو عطوان لكنها لم تنهي وهو ما رفضه الأسير وعائلته قضية الأسرة بحاجة إلى تحرك شعبي ورسميا جاد لإنقاذ حياتهم خصوصا المرضى منهم والمضربين عن الطعام نسل سلمي رام الله الميادين النشرة مسمرة فيها بعض الفاصل اتحاد الإذاعات الإسلامية في طهران ينادد باستلاء واشنطن على مواقعه الإلكترونية من جديد أهلا بكم جدل جديد تعيشه تونس بعد تعالي الأصوات المطالبة بتغيير النظام السياسي للبلاد وترى أحزاب متعددة أن سبب الأزمة يعود إلى طبيعة النظام الحالي الذي يركز الصلاحيات بيد البرلمان مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة هذا التقرير لمرد النسي بعد سبع سنوات على إرساء النظام السياسي القائم في تونس والذي يوصف بأنه نظام شبه برلماني تساعدت الأصوات المطالبة بتغييره سواء عبر حوار وطني أم عبر الاستفتاء هنا تجمع ناشطون سياسيون وحقوقيون للتعبئة من أجل تغيير سياسي جذري هو المرور إلى استفتاء شعبي استفتاء الشعب اللي هو صاحب السياسة حول النظام السياسي بمعنى الاختيار بين النظام الرئاسي الديمقراطي وفيه ضمانات بتبيعا باش ما يتحولش إلى النظام ديكتاتوري ونظام زادة برلماني واضح سياسيا يقود الرئيس قيس سعيد جبهة الممتعذين من النظام الذي أقره دستور العام 2014 ولسيما لجهة عدم امتلاك رئيس الدولة المنتخب مباشرة من قبل الشعب صلاحيات كبيرة موقف تسنده بنحو خاص أحزاب المعارضة أكثر من 80% من الشعب التونسي هو النظام الرئيسي لكن النظام الرئيسي الديمقراطي هذا ما نفضيله وهذا ما نريده وهذا ما نحاول أن نقنع الناس به أما حركة النهضة المدافعة عن النظام البرلماني فتعتبر أن هذا استجال ليس أولوية في الوقت الحاضر وإن كانت هناك حاجة إلى التنقيح فهي تتعلق بالقانون الانتخابي الذي أفرز برلمانا مشتتا التركيز في القضايا لتهم منظومة الحكم واستقرارها تقديرنا في النهضة أنه هذا ينبغي التعديل في النظام الانتخابي والمشكلة أساسا هو في النظام الانتخابي وليس في النظام السياسي جدل يأتي وسط أزمة سياسية خطيرة فشل الفاعلون السياسيون حتى الآن في تشخيص أسبابها وتجاوزها أي تعديلات على النظام السياسي وقانون الانتخابات لا يمكن أن تمر يقول مراقبون إلا في إطار حزمة من التفاهمات الشاملة وضمن حوار وطني يجمع كل الأطراف مرادد لنسي تونس آل ميدين ضعت مجموعة الدول العشرين المجتمعة في إيطاليا إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية جاء ذلك خلال القمة التي تعقدها المجموعة للمرة الأولى بشكل مباشر من بدء جائحة كورونا ودعى وزير الخارجية الجزائري سابري بوقدوم مجموعة الدول العشرين إلى لعب دور أكبر في ضمان الوصول العادل للقاحات إلى كل دول العالم لافتا إلى أن البلدان الأفريقية تبقى بين الدول التي تتعرض بشكل مباشر لهذا التحييز ينضم إلينا من روما صحفي طلال خريس مرحبا بك سيد طلال إذن أي تحديات تجتمع من أجلها هذه الدول العشرين في قمتها أي عنوين طرحت في اليوم الأول وما هو المرتقب في اليوم الثاني من أعمال هذا المؤتمر يعني في الأمس كان هناك مؤتمر آخر وهو مكافحة الداعش وشاركت فيه أكثر من 80 دولة وكان هناك شعارات عديدة ولكن بين اليوم والأمس يعني اليوم كان هناك أعلان من قبل هذه الدول بأن يعملوا سويا من أجل مكافحة الفقر يعني أو تصفير الفقر في عام 2030 إضافة إلى ذلك هناك توافق أمريكي أوروبي من الأول مرة للعمل المشترك بالنسبة للمناخ يعني هناك شعارات عديدة تطرح يجب أن نرى الآن في قمة الرؤساء في تشرين الأول ماذا سيصدر عنهم ولكن مراقبتنا للوضع في هذين اليومين كان هناك لقاءات عديدة ليست لها أي علاقة بهذه الشعارات التي ترحت يعني كان هناك لقاء مع قداسة البابا بين وزير خارجية الولايات المتحدة وقداسة البابا 45 دقيقة تطرق فيها إلى الوضع في الشرق الأوسط كان هناك محاولة إيطالية لترطيب الأجواء مع الولايات المتحدة بعد أن ساءت في عهد ترامب وبعد أن اتهمت الولايات المتحدة إيطاليا بأنها أقرب إلى الصين من أوروبا والولايات المتحدة يعني كانت هناك عدة لقاءات هذا ما أريد أن أسألك عنه أستاذ طلال الإشارة التي أتت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن استعادة العلاقات المميزة بين أمريكا وأوروبا هل من إشارة باتجاه صين وروسيا تحديدا في هذا الإطار سيما وأن إيطاليا كانت من الدول التي تأذت جدا من جراء جائحة كورونا والمشهد الذي أعقبه على مستوى الحوكم العالمي على مستوى إدارة الأزمات وعلى مستوى التعاون والتفاعل ما بين الدول في إدارة الأزمات المشتركة يعني يجب القول بأن اليوم هناك أجواء جديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا نحن كلنا ندرك بأن ترامب كان يسمي أوروبا بالقارلة العجوزة وهو كان يعتبر كل شيء يقوم به يعني هو بديل للسياسة الأوروبية أما اليوم هناك تقارب كبير بين الولايات المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة اليوم تعتبر أوروبا شريك شريك حتى في مكافحة الفقر شريك في القضايا الدولية يعني كان هناك توافق على معظم الأمور بين أوروبا والولايات المتحدة كذلك هو الموقف تجاه الفاتيكان يعني الفاتيكان كان له موقف سلبي جدا من ترامب ما دفع الفاتيكان إلى رفض استقبال وزير خارجية الولايات المتحدة في العام الماضي يعني هناك أجواء جديدة رغم أن هناك تباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة مع روسيا لأسباب عديدة منها مسألة احترام حقوق الإنسان ولكن هناك توافق روسي والصيني وأوروبي لمواجهة مشاكل كبيرة مثل المناخ يعني اليوم موضوع المناخ يعني هو محاربة التلوث وإعادة الاستقرار المناخي هو يساعد أيضا في النمو حتى تحاول إلى الطاقة النظيفة البديلة أيضا نعم نعم ولكن إيطاليا كانت بصراحة هي المستفيد الكبير من هذا اللقاء لأن إيطاليا بعد هذه الجائحة وبعد أن عانت الكثير من جائحة كورونا وكان عندها أكبر نسبة من الضحايا استطاعت جلب عدد كبير من الدول إلى عاصمتها ومن ثم إلى الجنوب الإيطالي الذي يعاني من ركود اقتصادي يعني إيطاليا استفادت كثيرا من هذه الأمور وإيطاليا نظمت هذا اللقاء في الجنوب الإيطالي لأنه الجنوب هو بوابة الهجرة أيضا لتسليط الضوء على هذه المشكلة الكبيرة هي الهجرة حتى لا تتحمل إيطاليا وحدها هذه المشكلة أستاذ الله هنا أفتح باب النقاش للعنوان الأبرز في هذه فعاليات اليوم الأول وهو أفريقيا التي استفاقت دول هذه القمة اليوم بعد أن أهملت أفريقيا لسنة ونصف منذ جائحة كورونا خلال جائحة كورونا من مستلزمات طبية إلى لقاحات والمختبرات الطبية وغيرها ليقوم ممثلوء الدول اليوم وزراء الخارجية بالقول أن هناك سيكون ضخل الاستثمارات والتنمية المستدامة لها أين تكمن القطبة المخفية من وراء هذا الخطاب وهذا العنوان المطروح اليوم وبوجه من هو مطروح أصلا؟ يعني يجب القول بأن الاتحاد الأوروبي هو مساهم كبير في المنظمات الدولية لا يمكننا إنكار ذلك حتى أن اليوم الأجواء تختلف تماما يعني الولايات المتحدة تعيد النظر في دعمها للمنظمات الدولية وهذا ما يتبين لنا من خلال اللقاءات الصنائية يعني دعوة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة الدولية إلى هذا اللقاء لقاء قمة العشرين هو إيجابي جدا هذا يعني بأن أوروبا ستقدم مزيد من الأموال والولايات المتحدة ستقدم المزيد من الأموال وهناك عنوان آخر وهو العمل المشترك يعني لم يكن يطرح قبل ذلك أوروبا كانت منهكة في موضوع جائحة كورونا اليوم الوضع أسلم بكثير ويمكن لأوروبا بأن تقوم مع الولايات المتحدة ومع الصين أيضا رغم التباين اليوم بالمواقف يعني اليوم وزير خارجية الصين اتصل عبر تقنية الفيديو قال بأن الصين أنتجت 450 مليون لقاح وأرسلتهم إلى البلدان الفقيرة دون أي مقابل يجب أن تقوموا أنتم بذلك يعني حتى الآن أوروبا كبلدان لم تقدم أي شيء إلى أفريكا وإلى البلدان التي ليست استطاعتها شراء الراحة الصحفي طلال خريس من روما شكرا جزيلا لك المؤتمر الدولي العاشر للاتحاد الإذعات والقنوات الإسلامية في طهران ينادد بمصادرة واشنطن لمواقعه الالكترونية هذا التقرير لأحمد البحراني تحت عنوان العدالة الإعلامية وحرية التعبير عقد المؤتمر الدولي العاشر لاتحاد الإذعات والقنوات الإسلامية في طهران اتحاد يضم عشرات المؤسسات الإعلامية التابعة لمحور المقاومة فتصدرت العقوبات الأمريكية الأخيرة عليه عنوين النقاش معاقبة الناس الذين يبحثون عن إعلام نظيف ظلم وتمييز بحق البشرية شعار حرية التعبير أصبح أداة بيد الاستكبار العالمي لنشر عقائده عبر البلطجة والغطرصة استدعى هذا التأثير والفاعلية للولايات المتحدة وضع الاتحاد من قوائم التحريم وغلق مواقع وصفحات المؤسسات المنظوية تحت راية هذا الاتحاد إغلاق طال 36 موقعاً إلكترونياً من إيران ودول إقليمية وهكذا فسره البعض وسائل الإعلام التابعة لمحور المقاومة تزداد جودة وكفاءة يوماً بعد آخر وهذا ما لا تتحمله الولايات المتحدة خوفاً من بيان الحقائق أمريكا لم تعد تحتكر التقنيات الإعلامية الحديثة كالسابق ونحن في إيران أصبحنا نوازي الإعلام الأمريكي وبقوة تصرفات وزارة اللاعدل الأمريكية ضد محور المقاومة وسائل إعلامها من جانب يدل على قوة محور المقاومة وتأثيره ووصول رسالة هذا المحور إلى الرأي العام العالمي وأكانت الولايات المتحدة قد فرضت في 22 نوفمبر الماضي عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية ولسيما اتحاد الإذاعة والقنوات الإسلامية بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية بالنسبة لمديري الإذاعة والقنوات الإسلامية قد تكون مصادرة السلطات الأمريكية لمواقعهم حملت ضرراً مادياً لكنها على حد تعبيرهم عكست فعالية الإعلام المقاومة للولايات المتحدة وتأثيره في الرأي العام أحمد البحراني طهران المهدي تذكير بالعنو سلطات الاحتلال تقمع متظاهرين خرجوا رفضاً للهدم في بلدة سلوان في القدس وتدفع بقوات من الشرطة والمستعرمين إلى المنطقة وتزامناً مع التصعيد في القدسة بوظبي تستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي وتتشين سفارة لكيان الاحتلال في العاصمة الإماراتية نادي الأسير الفلسطيني يحذر من خطورة وضع الأسير المضرب عن الطعام الغدنفراب عطوان واعتصام لأهالي الأسرى أمام الصليب الأحمر في رمان بين الدفاع عن النظام البرلماني والدعوة إلى تغييره أزمة سياسية بلا أفق في تونس مجموعة العشرين تدعو من إيطاليا إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية والجزائر تحث على مواجهة التحيص ضد أفريقيا في توزيع اللقاحات المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاح اشتركوا في القناة